فخامة الرئيس جو بايدن أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والمعالي الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أشارك في هذا الاجتماع المهم وأشكر فخامة الرئيس بايدن على دعوته للمشاركة وعبر عن تقديري الكبير لجهود فخامته في قضية التغيير المناخي الحضور الكريم أن التنمية الاقتصادية المستدامة والعمل المناخي مرتبطان وكلهما ضرورة لضمان جودة حياة أفضل للبشر لذلك نحن في دولة الإمارات وضعنا العمل المناخي في صميم استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدامة بالتزامن مع الالتزام بمسؤوليتها تجاه البيئة والأجيال القادمة لقد كانت الإمارات أول دولة خليجية تصدق على اتفاق باريس وأيضا أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2030 كما أعلنت مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 واستثمرنا بما يزيد عن 150 مليار دولار في العمل المناخي ولدينا خطط طموحة لمزيد من الاستثمارات المستقبلية في هذا المجال الحضور الكريم إن بلدي دولة الإمارات وخلال رئاسة دورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف كاب 28 ستبذل جميع الجهود المتاحة لتحقيق تقدم جذري في العمل المناخي والانتقال من وضع الأهداف إلى تحقيقها والتوصل إلى خطة عمل شاملة لصالح البشر وكوكب الأرض الحضور الكريم هناك علاقة وثيقة بين الطاقة والتغيير المناخي لذلك علينا تشريع الانتقال العالمي المنطقي والواقعي والمتوازن في قطاع الطاقة من خلال زيادة القدرة الانتاجية للطاقة المتجددة بما لا يقل عن ثلاث مرات ومضاعفة الانتاج الهيدروجيني وفي هذا السياق فإن من الضروري تعزيز التعاون الدولي في نقل التكنولوجيا وتوفير التمويل اللازم لدعم الانتقال في قطاع الطاقة ومعالجة الخسائر والأضرار خاصة في دول الجنوب ومجتمعات الأكثر تعرضا دعيات تغيير المناخ ومن المهم كذلك أن تنفذ الدول المتقدمة تعوحدها بتقديم 100 مليار دولار إلى الدول النامية كما نحتاج إلى تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية لضمان مواكبة هذه المتطلبات وتأمين التمويل اللازم لتحفيز الاستثمارات الحضور الكريم رغم تفاقم خطر التغيير المناخي فأن العالم لم يفقد فرصته بعد لمواجهة هذا الخطر بشرط توفير الإرادة الحقيقية لتحرك جماعي دولي عاجل للتعامل معه وسنعمل على أن يكون مؤتمر كب 28 نقطة التحول الكبرى في هذا المجال ختاما أوجه دعوة مفتوحة إلى العالم اللي شاركنا من الآن في الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي وكل ثقة وتفاؤل باستجابتكم لهذه الدعوة شكرا على حسن الاستماع ويسعدنا استقبالكم في دولة الإمارات في كب 28 والسلام عليكم شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة